قطعة من المشاريع الصحية ستفتتح في محافظة البصرة بما فيها مستشفى السياب أو ما يعرف بالمستشفى التركية حل لجزء كبير من معاناة المواطن البصري في القطاع الصحي دائرة صحة البصرة تكشف للتغيير عن نسب إنجاز متقدمة ستدخل المشاريع الصحية لحيز العمل قريبا وبضمنها مستشفى السياب أو ما يعرف بالمستشفى التركي الذي طال انتظاره وأكثرت الشكوك حول جدية افتتاحه ما أخفي عليكم أن هذه المشاريع كانت متلكية بسبب الموازنات بسبب بيع الشركات بيع من شركة إلى أخرى أعتقد هذا سبب آخر بالإضافة إلى عدم وجود موازنات وتوقف العمل وبالتالي إحنا مني جئنا لقين أن أعمال كلها متوقفة لكن ساهمنا بخلال هذه الفترة بجهود من المحافظة وبجهود من دار الصحة البصرة رفع نسب إنجاز تقريبا من 30 إلى بحدود 60% هذه المستشفى جدا ضرورية القائمون على الواقع الصحي في المحافظة أكدوا للتغيير أن هناك تطور سيكون ملموسا على صعيد الخدمة الصحية بالمحافظة وبالأخص بما يتعلق بالتقنيات الحديثة في عالم الطب والتي بادت تكلف المواطن البصري ملايين الدنانير مقابل الكشف والتشخيصي والعلاج هناك توجه من السيد المحافظ بعد إن شاء الله تكمل هذه المستشفى جلب كوادر تمريضية بتعرفون الكوادر التمريضية التي لدينا الآن يعني ليست بالأعداد الكافية لكن في السنوات القادمة وبعد افتتاح إن شاء الله رح نبدأ استخدام الكوادر هناك أيضا عندنا المستشفى الجراحي الكويتية أيضا كان متوقف بدينا عندنا العمل به وتم التعاقد معهم من قبل الوزارة مع الشركة المسؤولة والآن بدأوا رجعوا للعمل ونتأمل إن شاء الله في السنة القادمة أنه يكمل من البصرار كانتقي قناة التغيير